اشتركوا في القناة لكل من ترغب في حدوث حمل جديد ولكل من تنتظر حدث سعيد ولكل من رزقت بمولود جديد هنا في بشرة خير هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة ووعد ان ده اكيد في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على ارقام البرنامج التي يتكرر ظهرها عبر الشاشة يمكنكم التواصل عبر رسائل اسم اس او عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك حيث نقوم بالاجابة على معظم الرسائل فورة ورضها الينا في الحلقات السابقة تحدثنا عن المرعب والمخيف والمثير للقلق عند السيدات الباحثات عن الحمل وهو لفظ ضعف مخزون المبيض من البويضات ولما لا حيث المخزون لا يزيد ابدا ولا يمكن ازادته ولا يمكن علاجه ولا يمكن الحفاظ عليه وانما دائما هو في نقصان فالمرض الذي لا علاج له يثير القلق والرعب وهذا الضعف في المخزون يقلل بالتأكيد فرص سيدة في حدوث الحمل واذا حدث حمل فهو يقلل في فرص اكتماله وفي فرص تمامه على خير وبالتالي ضعف المخزون يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار في كل سيدة تبحث عن الحمل ولان الحديث عن ضعف المخزون حديث حديث بمعنى انه لم يكن موجودا في الطب منذ امد بعيد فالمعلومات المتواترة والمتعثرة عنه من خلال الاطباء قليلة سواء عن اسبابه اذا حدث او عن علاجاته وناقشنا ده في الحلقات السابقة واكدنا عليه ثم تحدثنا عن الفحوصات التي تدل السيدة على ضعف مخزون المبيض من البوعيضات وانتهينا الى 3 فحوصات رئيسية في فحوصات اكثر من كده لكن دي 3 فحوصات رئيسية وهي الاكثر شهرة وهما فحوصات بهرمونات بعين الدم وهو هرمون الـ FSH وقلنا ميزاته وعيوبه وهرمون الـ AMH الاكثر شهرة عند الاطباء وهو اختصار لجملة اسمها أنتي ميليريان هرمون والنهاردة هنتكلم كتير على الجملة دي وعد الجريبات بالسونار المهبلي التحليل اللي اتكلمنا على تفاصيله الـ Antimilarion Hormone أو ما يعرفه الاطباء اختصاراً الـ AMH الحلقة السابقة وعرضنا لحضراتكم فيديو عنه النهاردة عايزين نتكلم بتفصيل اكتر ما هو Antimilarion Hormone AMH وده جاي منين وتفاصيله ايه اولاً ما يكون الاجهزة التناسلية الداخلية للاناس يعني ايه الاجهزة التناسلية الداخلية يعني الانثة عندها مبيض، ده اسمه العضو التناسل الرئيسي وعندها قناتي فلوب وعندها رحم وعندها عنق رحم وعندها مهبل هذه الأجزاء الداخلية من الجهاز التناسولي للسيدات أعني الرحم وقناتي فلوب وعنق الرحم وأعلى المهبل تتكون من قناة في الحياة الجنينية ليبقى كل أنثى وهي جنين في رحم أمها بيكون عندها قناة أو قناتين يمين وشمال في الجسم دول اللي هيكونوا الأعضاء التناسولية الأنثوية القناتين دول اكتشفهم رجل ألماني الجنسية اسمه ميلوريان فأم سميهم باسمه فاسمهم ميلوريان داكت أو قناتي ميلوريان قنوات ميلوريان دي هي اللي هتكون القنوات فلوب والرحم وأعلى المهبل قلنا ودي للعجب أن الأصل في الخليقة هو الإناث بمعنى أن خلق الله البشر كلهم مهيئين أن يكونوا إناث إلا إذا تعرضوا داخل الحياة الجنينية لهرمون ذكوري فيتطوروا إلى ذكور لكن إذا لم يتعرضوا للهرمون الذكوري أو إذا كان زكر والخصية بتاعته لا تعمل أو تعمل وتنتج هرمون الذكورة فيولد هذا الجنين ذكرا وبلا أحشاء أعضاء داخلية أنسوية يعني لا رحم ولا قناتي فلوب ولو حصل ضعف في إفراز هذا الهرمون لو ولد ذكر وداخل بطنه نلاقي رحم وقناتي فلوب وهذه حالات ندرة لكن مسجلة يبقى دا الأنتيميليريون هرمون وجاد سرته من كده يبقى في الحياة الجنينية هو موجود في الأجنة الذكور وفي الأجنة الإناس هو غير موجود وعند الميلاد موجود في الموليد الذكور لأنه كان موجود داخل الحياة الجنينية ففي بعض الأحيان يتولد مخلوق ما احناش عارفين هو ذكر أم أنسى لأن شكل الأعضاء التناسولية الخارجية محير فناخد منه عين الدم وندور على الهرمون دا فإذا الإنام ارتفع علمنا أنه ذكر فإذا الإنام انخفض يبقى أنسى يبقى ما هواش بس بيفرز في الإناس دا بيفرز أساسا في الزكور ويفرز في الحياة الجنينية ووظفته أن يؤدي إلى ضمور الأجهزة التي ستكون الجهاز التناسولي الأنسوي الداخلي وموجود في الأجنة والموليد حديث الولادة بس الزكور طب في السيدات بقى اللي هو محور اهتمامنا يبقى ما طلعش في ستات بس ولوغة استخدامات أخرى في السيدات اللي هو محور اهتمامنا منعدم تقريبا منخفض جدا أثناء الحياة الجنينية وبعد الولادة وحتى قرب البلوغ وعندما تقترب هذه الأنسى من البلوغ يبدأ هذا الهرمون في الظهور والارتفاع حيث أنه يفرز من الجريبات اللي داخل المبيض اللي نوية تنضج وتكون بويضات طيب وبالتالي لما نقيسه قرب البلوغ نلاقيه بتدى يرتفع وكلما الأنثى دي تقترب من البلوغ نلاقيه يرتفع وبعد بلوغها يعبر مستوى هذا الهرمون عن عدد البويضات داخل المبيض الصالحة للتخصيب والتي يمكن خروجها والتي يمكن نضجها والتي يمكن الحمل منها وبالتالي رقم هذا الهرمون يعكس عدد الجريبات داخل المبيض وبالتالي يعكس فرص سيدة في الحمل ومش بس الفرص والعدد البويضات جودة البويضات فرص سيدة في الاستجابة الأدوية التنشيط فرص حدوث الحمل بالحقن المجهري عدد البويضات المتوقع الحصول عليها إذا عملنا للستة حقن مجهري التنبؤ باقتراب أو عدم اقتراب سن اليأس من السيدات وده استخدام هذا الهرمون عند قياسه في السيدات الميزة فيه أنه عين الدم بسيطة والميزة الأخرى أنه يجرى في أي يوم من أيام الشهر وليس له اشتراطات معينة سوى إجراءه في معمل جيد وسوى تقراره أكثر من مرة للتأكد هل له استخدامات أخرى لما يبقى منخفض قلنا بيقلل خصوبة السيدات بيبقى مرتفع في السيدات اللي عندهم تكييس مبايد ويعكس درجة مرض تكييس المبايد وشدته واستجابته للعلاج وخطوات علاجه بيبقى مرتفع في بعض أورام المبيض الأخرى وخاصة في بعض الأورام السرطانية وقد نستخدمه للدلالة على استجابة الأورام السرطانية دي العلاج يعني نشخص أن الست عندها سرطان المبيض فنقيس هذا الهرمون قبل بداية العلاج لهذا الورم غير الحميد وبعدك ندي علاج جراحي كيماوي إشعاعي وعند إنهاء العلاج نقيس الهرمون مرة أخرى فنلاقيه بنا نخفض نعلم أن هذا الورم غير الحميد استجابة جيدا لمحاولات علاجنا هذا ملخص ما يمكن أن يقال كله على الانتي ميليريان هرمون وسنستعرض هذا في فيديو يوثق هذا بعد قليل لكن نستقبل أورة تصوات في عيفوني في حلقتنا النهاردة بعد إذنكم تفضلوا السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام لو سمحت يا دكتور هو أنا من جوزة بقيل 30 ودخلت 60 عربة كويس ما حفلش حملة إلا بعد ما عملت المنظور هو أنا عملت المنظور عشان كان عندي كيس على المبيض هو الكيس على المبيض لا يمنع حمل إلا إذا كان الكيس ده نوعه كيس إيه كيس مية الكيس المية ليس مانع للحمل على الإطلاق بس أنا بعد ما عملت العملية يعني حصل حمل مصدق اللي انت قلتيه ومصدق اللي انت حكتيه لكن مش مصدق ما قيل لك من حجج مصدق أن خضرتك مريضة تكيّس مبايد أيوة يحدث خلل في الدورة وخلل في الهرمونات وعمل المنظور يفيد جدا ومريضات التكيّس بيجي لهم أكياس مؤقتة لفترة من الفترات فالداعي لعمل المنظور في حالة حضرتك كان مرض تكيّس المبايد لكن ما قيل وما صدر لحضرتك وعشان ياخد رجلك بسهولة داخل غرفة العمليات لأن من كان يقول لم يقل الحق ولم يكن قويا في الحق فقالك ده على فكرة في كيس احنا دخلين نشيله لا ده هو فيه تكيّس أدى لظهور الكيس ودخل يعمله منظور لتفقيب المبيض لزيادة فرص حدوث الحمل وهي تقنية تفيد إذا اتبعت الخطوات الصحيح حصل حمل بعد المنظور آه بعدها على طول يعني ما جاءت مش الدورة بعد المنظور بس نزل ما كملت يعني تمام وهذا وارد وهذه من طباع هذا المرض ولسه بقول أن المنظور ده يفيد إذا تم ضبط الخلل قبله فإذا لم يتم ضبط الخلل قبله فالمنظور يفيد بس إفادة غير كاملة ما كنتش بحمل بقيت بحمل بس الحمل ما اكتملش بس هو حضرتك يا دكتور ما كانش حد جاييني ما عندي تكيّس إلا الكشف الأكير ده أنا عايز أقول لك على التحليم بجاهة طب بس أنا عايز أقول لك حضرك حاجة ثانية واحدة بس ثانية حضرتك بتقولي في الكشف الأخير أخيرا قالوا الحقيقة وقالوا أني عندي تكيّس في سببين لده سبب الأولاني أن يرادوكي بالكلام حضرتك قعدت سنين بتروحي لدكتورة بيقولك على فكرة أنت ما عنديكيش حاجة ومع ذلك خدي منشطات وعلى فكرة الله الطبويد بتاعك حلو بس حلو بعد ما أخذ المنشطات وكل ده خداع تمام؟ ده المشكلة رقم واحد إنهم عايزين يسمعوكي ما تريدي أن تسمعيه السيدات الزباين بتوعنا بيحبوا يسمعوا كلمة أنت ما عنديكيش حاجة ففي ده كترة بيحبوا يصدروا لهم الكلام ده نمرة اتنين البيئة والمجتمع اللي أنت فيه ما بيقبلش كلمة تكيّس مبايد وإن ده خلل في الهرمونات وإن لازم نقولك خسي واظبوطي وزنك في مشكلة تانية في مشكلة تانية حاسيب حضرتك اللي نمس فيه مشكلة تانية مشكلة تانية إيه؟ الصنايع الحريف ماله يلقط المشكلة في أولها طب الصنايع اللي مش حريف يلقط نفس المشكلة بس لما تخرب يعني إيه؟ واحد راح لوحد كده بعربيته يقول له أنا سامع فيها صوت غريب مستغربه فقاما يقول له لا يا عم ده ما فيهاش حاجة ومشي فبعد أسبوع اتنين شهر اتنين العربية وقفت خالص فراح لنفس الصنايع ده فقال له آه على فكرة ده فيه عطل فكذا وغالبا بقى هو كان سبب الصوت اللي احنا كنا سامعينه من فترة تمام؟ فيه صنايعي تاني حريف بقى حد راح له بالعربية دي قال له أنا سامع فيها صوت غريب قال له استنى سمعني الصوت ده كذا فيه مشكلة كذا الحتة دي لازم تتزبط لو ما تزبطتش هيحصل بعد 3-4 شهور إن الدنيا تتعطل فحضرتك كان عندك تكيّس من درجة بسيطة لمتوسطة قد لا تثير شكوك وتشخيص اللي مش محترف فعندما تتفاقم المشكلة المشكلة دي ما ظهرتش النهاردة المشكلة دي هي المنع حملك من 4 سنين لسه لما تفاقمت ووصلت لدرجة جديدة فقم حد أقل لك على فكرة أنت عندك تكيّس طب ما قلتوش ليه وأنا بقالي 3 سنين بتردد وأنا بقالي 3 سنين باخد منشطات وأنا بقالي 3 سنين بتقولولي الله الطبويت حلو بس أنا كنت سازجة فبصدقكم أن الطبويت حلو بالمنشطات ومعرفش أنه يجب يكون حلو من غير منشطات ايو صح أديني قلت من غير ما شوفك وبالمناسبة كل من رأاكي من الأطباء يعلم ما أقوله يعلمه وهذا شيء أسوأ وهذا شيء أسوأ فالتكيّس المضايد في النحيفات هو المشكلة الأقصى درجة والأقل استجابة للعلاج والأكثر احتياجا لعمل منزار وعشان كده اللي أنا بقوله ده ترجمت أن حضرتك ما حملتيش خالص طوال 4 سنين قال لها مرة واحدة لما عملت المنزار يعني ده ترجمت اللي أنا بقوله بس هو أنا عملت التحاليل حضرتك بس قبل العملية كان الAMH والFSH والLH ايو الFSH كان 4 والLH كان 3 والAMH كان 2.60% ده قبل العملية أنا عاملة العملية من سنة كده كمان وخلال السنة دي بقى أول 6 شهور لما حصل حمله انتهى بإجهاد أول 5-6 شهور فضلت الدورة منتظمة أو كانت منتظمة ال6 شهور الأخيرة بقى لا ما انتظمتش لا ما انتظمتش كون أنا بس برمل حضرتك الشرك يعني بجر رجلك عشان انت تقولي أولى علامات ان المنزار مجدي وجاب نتيجة كويسة ان الدورة تنتظم أولى علامات انه ما حققش فوائده ان الدورة لم تنتظم هي منتظمتش يعني تاخد لها علاجة عشان تنزل يعني طب يعني حضرتك عندك دورة مش منتظمة من وينتي أنسة أو من بعد الجواز وما بيحصلش حمل والطبويض ضعيف وبيدوكي منشطات وكان بيقولولك ان كل ده عادي وشعري بيقع وبشريتي تغيرت وفي حبوب بتطلع في وشي وما حصلش حملي يا بشر وبيدوني منشطات كتير ولوحط الدكات ردوني منشطات ستاشر خمستاشر مرة طوال الثلاث سنين وبأنا طبيعية يعني هل ده يعقل عقل طيب المشكلة الآن في الآتي هذه مريضة تكيز من درجة تحتاج لعمل منزار أولا يقول لها حضرتك محتاجة تعملي منزار عملته ما عملته شوفوا لنا حاجة تانية اقلب الصفحة عملته لا هو اللي تعمل مش منزار مش لأنه غلط لأنه لم يراعي الأصول المهنية لتحقيق أقصى فايدة من المنزار فحصلت فايدة بس مش فايدة مكتملة تعم وبالتالي يجب يجب العلم أن مرض تكيز المبايد هو خلال هرموني هو مشكلة في الهرمونات تؤثر على أداء المبيض احنا لما بنعمل منزار بنروح للمبيض بنروح لخطوة رقم اثنين ما لم يتم هذه الخطوة بعد إعداد البيئة الهرمونية للسيدة جيدا هيبقى المنزار غير موجي يعني فيه فرق بين اللي اتعمل لحضرتك انت عم بك كيس على المبيض ده خداع انت عم بك تكيز محتاج منزار تعالي نعمله الأسبوع الجاي تمام ده اللي اتعمل الصح ايه بقى انت عم بك تكيز مبايد من درجة كذا لو سمحتي خدي العلاج ده وامشي عليه شهر أو اثنين ثم بعد العلاج وضبط الهرمونات تعالي نعمل منزار يقوم يبقى جدوى عالية معنا اتصلت لي فوني اخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زك يا دكتور اهلا بحضرتك انا حضرتك انا عملت منزار رحم ومنزار بطني من شهرين من ديوز دي لعشر سنين ومعي احمد عنده سبع سنين ربنا يخلهولك وولده احمد طبيعي ولا بقيسرية ومن بعدها ما حصلش حمل وزوجك كان معاك طوال فترة الاربع خمس سنين اللي بتسعي فيهم للحمل دول تمام يبقى برضو فيه تلات اربع سنين كانوا بعيدا عن الجيش وكان فيه علاقة منتظمة ومع ذلك ما بيحصلش حمل ف تم تشخيص حضرتك انك عندك مشكلة اسمها تأخر حمل مجهول السبب عشان كده قالولك تعملي منزار لا جال له عندك تكايز جامد وعند الكيس دم مع المبيض تمام دي مشكلة اخرى طيب فعملت منزار لازالة كيس الدم ولعلاج تكايز المضايد والكلام ده من شهرين وبعدين اه من شهرين الدورة يعني مجهتليش لحد الوقت من ساعة ما عملت المنزار ده صحيح قدلها تاني شهر ده مجهتليش خالص فارحت للدكتور تاني فعطاني برشام اخدوا لمدة خمس ايام وبعدين معه تنزل الدورة برضو ما نزلتش خدته بطلته برضو ما نزلتش والتعب برضو اللي كان بيديلي قبل المنزار هو هو بطلتيه امتى ايه بطلتي البرشام امتى قديلي ربع يوم النهاردة الدورة بتنزل خلال عشر ايام من انتهاء الاقراص فمن حضرتك قبل ما ييجي الجمعة الجاية ان شاء الله حيكون الدورة نزلت حضرتك بس اللي مستعجلة ادي واحد اتنين بس بس يا دكتور انا يعني انا كنت رايحة اساس التعب بطلتي بتتعجني جامد واللي هو بيجيلي الضهر جامد والدورة مش منتظم انهائي بس بعد ما عملولي برضو اللي هو المنزار ده جال برضو نفس التعب برضو قبل الضهر قبل معادها بخمستاشر يوم بيجيلي التعب ده برضو طيب حضرتك ما سمعتنيش انا قلت يا دوب واحد وكنت لسه هقول اتنين تلاتة اربعة كويس واحد الدورة هتنزل خلال عشر تيام من تهاء الاخراص اتنين بما ان حضرتك مريضة تكايز مبايد لو سمعت يردي على التصالي اللي فات كان يجب قبل المنزار وبعده اخد علاج هرموني لضبط هذا الخلل هرموني لان دون العلاج اي محاولات غير مجدية وبالتالي كوني ان انا مباخدش علاج هرموني بعد متوقع ان الدورة تفضل مثل اخبط نمرة ثلاثة عطاني الدكتور اه جالي هرموني اللبن عندك عالي وعطاني اللي هو اربعة ادراف كده يا مدامي هرموني اللبن هرموني اللبن واحد جزء من المشكلة اللي اسمها تكايز مبايد جزء ربع المشكلة حضرتك انا بتكلم على التلاتة اربع البقية نمرة ثلاثة نمرة ثلاثة الكيس الدموي الكيس الدموي لو كيس دموي وعامل قلم شديد فيه البطن وقبل الدورة غالبا ده كيس من البطانة المهاجرة واللي يحكم على دور العمل من ظهر مشانة لكن لو ده بطانة مهاجرة وده وارد جدا لان هذا المرض صديق التكيس وصديق الست اللي ولدت بقيسرية فاعراض هذا المرض لن تختفي بوضوح الا لما يحدث حمل وهذا المرض كمان كان يستدعي اخذ علاج اخر بعد الجراحة لمنع ارتجاع الكيس لان فيه ستات بنشلها الكيس وقبل شهر شهرين يرتجع يبقى حضرتك بتقولي ان الدورة ما انتظمتش وده متوقع لان انا ما بيخدش علاج هرموني بتقولي ان نفس الالم موجود وده متوقع لان انا ما بيخدش العلاج اللي بيهبط البطانة المهاجرة بتقولي على فكرة خدت القراص والدورة لسه ما نزلتش الدورة هتنزل خلال اسبوع وخلال هذا الاسبوع الالم هيكون عند حضرتك متزايد ومتنامي بيزيد وبيتطور وحتنزل اول دورة غالبا بألم شديد وده العادي والطبيعي والمتوقع ولما يحصل كده بيكلمين الاسبوع القادم العلاج الجراحي علاج جيد لهذه الحلات لكنه علاج مكمل وليس الخطوة الاولى وليس الخطوة الثانية هو علاج مكمل للعلاج الهرموني الذي كان يجب اخده قبل وبعد واثناء اجراء المنزار والعلاج الهرموني ليس علاج لهرمون اللبن اللي الدوني لأربعة قراص والدوني نصف كل تلات ايام وحضرتك بالمناسبة لما تنزل الدورة بعدها باسبوع 10 ايام روحي إيسي تحليل هرمون اللبن كده حتلاقي حاجة وعشرين وبقولي لي ان أنا كلامي صحة ولا لأ يعني هتطلع مرتفع معنا اتصل تليفوني اخر سلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله أنا بس كنت عذا ما اسألك يا دكتور الحكمة دي بتاعتها الثلاثة شهور مالها الوسيلة داي مالها جالونا بتعمل عقم بس خايفة لاني هدس خدها يعني لا يا فاندم هي ما بتعملش عقم وحضرتك اللي قالولك كده دول الستات صحباتك وجيرانك ودول كلامهم لا يعتد بيه على الإطلاق والحق مش عليهم الحق على اللي بيسألهم وبيسمع لهم طبام لكن نتكلم كلام الطب والعلم هذه وسيلة من وسائل منع الحمل لها ميزاتها ولها عيوبها ولها ما لها وعليها ما عليها زي كل وسائل منع الحمل ما ليها ميزات ولها عيوب ميزاتها انها ما باش محتاج اننا اكررها اكتر من مرة كل تلت شهور حاب اروح ااخد حقنة ميزاتها التانية انها لا تؤثر على الرضاعة ميزاتها التالتة انها لا تؤثر على العلاقة الزوجية حلو كل دي ميزات العيوب تلت الستات حتجي لها دورة منتظمة معاها تلت الستات ستنقطع الدورة تماما طوال تلت شهور فترة أخذ الحقنة أيوة والتلت التالت من الستات هيجي لهم نزيف شديد لا يستجيب لأي علاج عليها ولا نستطيع التنبؤ قبل أخذ الحقنة الست دي هتكون من أنهي تلت من التلت دول الحاجة التانية هي ما بتعملش عقم لكن عندما ترغب السيدات في حدوث الحمل فالستة المتخيلة إن أنا كان مفروض أخذ الحقنة في شهر تسعة فأنا ما خدتهاش في شهر تسعة فمن شهر تسعة عشرة أنا بقيت ردي جاهزة إن يحصل حمل لأننا الوسيلة اللي كنت باستخدمها خلاص انتهت وانتهى تأثرها لأ هذه الحقن قد يكون لها تأثير ممتد يمتد في بعض السيدات لحد أرب سنة من معاد انتهاء آخر حقنة يعني أنا وقفت الحقن كخدتها في شهر ستة ومخدتش بتاعت شهر تسعة عشان فكرت إن أنا أحمل وعايز أحمل في شهر عشر احداشر فتفضل الحقنة دي منع الحمل عندي لحد شهر احداشر السنة اللي بعدين والحقنة دي عبارة عن جرعة مكثافة من الهرمونات تخزن في دهون الجسم وتكسر بالتدريج بواسطة الكبد على مدى طويل ولإن عندنا السيدات المصريات ممتلئات دهونا وبالتالي تخزين الحقنة بيبقى عالي في جسمهم ولإن الكبد المصري يعاني ودايما ما هواش كفأته عالية في تكسير الحقنة فقد يمتد أسارها وبنبقى عرضة للمشاكل والمضاعفات بتاعت هذه الحقنة أكثر من دول وشعوب وأعراق أخرى فنسبة حدوث مشاكلها عندنا أعلى ده المختصر المفيد في علم النساء والتوليد فيما يقال عن هذه الوسيلة من وسائل منع الحمل هل معنا اتصال؟ لو مش معنا اتصال نشوف الفيديو طب ناخد فاطمة اتفضلي يا فاطمة ايوة اتفضلي حضرك على الهوى اتكلمي لو سمحت يا دكتور أنا سني 44 سنة ايوة انا سني 40 سنة ايوة سمعت ان سني وحضرك 44 سنة ايه بقى المشكلة؟ وعنسى اخلف ايوة وحضرتك متزوجة بقالك قد ايه؟ انا ايه؟ حضرتك سيب التلفزيون وطفيه وبعيدي عنه وركزي فقط في التلفون اللي بتكلمينا منه وتكلمي من خلاله واسمعينا من خلاله وقللنا متزوجة بقالك قد ايه؟ حاضر حاضر انا متزوجة بقالي 60 ايوة يعني زوجت زوجت يعني وخلفت حمزة عنده 4 سنة كويس ربنا شعلي ومستقبل ما حصلش حمزة كويس وحضرتك ابتديتي تسعي لحمل تاني امتى من امتى؟ من سنتين مثلا؟ من سنة من سنة لما كان سنك 43 سنة طب اللي متجوزة عمرها 37-38 سنة وربنا رزاها بحمل بعد سنة وولدت ولما ولدت لقيت نفسها 44 سنة في الولادة ايه بعد الولادة يعني مش تبقى فاهمة ان السن ده كبير فلو بتفكر في طفل تاني تسع بدري شوية يعني هل دي اللي تنتظر سنتين تلاتة بعد الولادة؟ يعني هل ده التفكير الامسل؟ ما علينا ما علينا اللي حصل بقى الوقت لما روحتي البكاترة طلبوا من حضرتك فحوصات ايه تحليل ايه قالوا لحضرتك ايه؟ لا هو انا كويسة الحمد لله يا رب دايما بناء على ايه كلمة اني كويسة دي؟ هذا القرار اني كويسة مدني على ايه؟ من السنة دي يعني من السنة انا رحت للدكتور وتابعت معاه تابعت ايه؟ تابعت ايه؟ تابعت التبويض؟ التبويض ايوة اه ما طلبش من حضرتك اي تحليل ما شكش حضرتك بابرة؟ لا 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 طيب يا فندم دا مش طب دا مش طب دا مش طب والكلام دا كلام في الهوى بلا سند تام؟ هو كان بيعمل لحضرتك صنار من البطن يعني لمتابعة التبويض؟ ايوة طيب يا فندم الصنار من البطن دا كمان ما بيشوفش حاجة هو وزن حضرتك قد ايه؟ وزن مية مية ايه رأي حضرتك ان مكتوب في كتب الطب؟ انا متأكد مكان دا بس بجيب رجل حضرتك واحدة واحدة مكتوب في كتب الطب كده عندما يكون وزن السيدة فوق 80 كيلو فلما تحط الصنار على البطن هتبص لمنطقة الحوض مش هتشوف اي حاجة خالص اللي كان بيحط الصنار على البطن حضرتك قولك الله التبويض هايل انت هايلة عظيمة ما حصلتيش ما وصفتيش انا مش عارف انت ما بتحمليش ليه هتجيل الشهر الجاي حامل بس انت شيل الموضوع من دماغك بطلي تفكري هو فعلا كان بيقول لي كده دي شغلتي وانا عارف اللي بيمرسوا بيقولوا ايه هذا كلام لارضائك لاطرائك لطرديتك عشان تخرجي من العيادة مبسوطة وتقولي الله ظريف ولطيف ودم وخفيف ولما بروح بحس ان انا مستبشرة ومبسوطة وان انا لازم انزل احضر هدوم البنت اللي انا عايزة اجيبها تبقى اخت حمزة فعلا ولا نفسك بانت فعلا لا اله الا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت حيث اوصانا عليه افضل الصلاة واتم السلام بقى لا نقول الا حقا فما قيل لحضرتك اي ليس حقا ليه لانه لا يستند لاي سند لان من المعلوم بالضرورة في ممارسة هذه المهنة ان اي سيدة بتسعى للحمل عند اي عمر يجب عمل تحليل اسمه مخزون المبيض من البوايضات وحتما عمله بمجرد ما تحط رجلها في العيادة لو سنها فوق اربعين سنة اه اللي هو ما تعملش لحضرتك لا ما تعملش فالاساس الاساس لتشخيص هذه الحالة ما تعملش زوج حضرتك ماله بقى اللي فهموك انه هو سبب المشكلة جزء يعني عدد الحيوانات المنوية عنده قليل كام يعني 15 مليون وهو العدد المفروض يبقى كام حضرتك تعرفي لا طيب والعدد 15 مليون ده في الملي عند الزوج في الملي الواحد لا مش عارفه هو الجوزي عمله بستحليل والدهوله فقال لي العدد قليل وطلب منه الحقنة مربعيني جنيه دي وقال له العدد قليل 15 مليون وقال له العدد ده قليل 15 مليون طب ايه رأي حضرتك بقى الطبيعي عدد الحيوانات المنوية في الملي 15 مليون فيما فوق اه يعني 15 مليون دي لو في الملي فهو رقم ايه اه لا مش عارف طبيعي طب وذا كان كمية السائل المنوي ملي او ملي ونص يبقى عنده في القصفة كلها 15-20 مليون اهو ده قليل شوية لكن لو كمية السائل المنوي بتاعه 2 ملي ونص فيبقى عنده في القصفة كلها 44 مليون رغم ان عنده 15 مليون في الملي وده طبيعي تماما طب ما انا حضرتك انا رحت للدكتور ده وعملت فيه علم تلقيح صناعي واخد مني مبلغ والعملية ما نفعتش هو فاندم ده التلقيح الصناعي انت عارف حضرتك التلقيح الصناعي ده الدكتور قال لحضرتك هو نسبة نجاح ونسبة حدوث الحمل مع التلقيح الصناعي ده لا ما عليش نسبة حدوث الحمل 20% في احسن الظروف اللي هي مش متوفرة في حالة حضرتك لان سن حضرتك بيخفض النسب ليه 50% على الاقل اذا كان المخزون جيد ما كانش المخزون متأثر اللي احنا ما نعرفش عنه حاجة يعني اجراء تلقيح صناعي في حالة زي حالة حضرتك فرص ان يحصل حمل كام 10% لا ما حضرتك مش عارفة انا قلته 10% على احسن الظروف يبقى فرص عدم حدوثه قد ايه لما فرص حدوث الحمل بتلقيح 10% يبقى فرص عدم حدوثه قد ايه ما يقول ايه كام يعني فرص عدم حدوثه ما عرفه مش عارفة ما انا بقوله يا فندم انا بقوله هو احنا بنقول سوا فرص ان يحصل حمل بالتلقيح الصناعي في حالتك 10% فيما اقل يبقى فرص عدم حدوثه قد ايه 90% فيما اكتر يبقى الاغلب في حالة حضرتك انه حينجح التلقيح الصناعي ولا مش حينجح لا هو ما ننجحش لا انا باتكلمش اللي حصل لك انا باتكلم اللي مفروض كان يتقلك واللي مفروض يبقى الانطباع اللي عندك وما هم قالوش انا بقول لحضرتك اهو وحضرتك مش عايزة تجاوبيني يبقى الحمل في اذا حصل لحضرتك حمل بالتلقيح الصناعي هل ده شيء متوقع ولا شيء مستغرب انه ينجح ويحصل حمل مستغرب مستغرب فاذا حدث حمل في حالة حضرتك يجب ان يقف الاطباء ويتساءله غريبة دي حملت رغم ان سنناها حاجة واربعين سنة والزوج عنده ضعف في العدد وعملنا لهم تلقيح اللي هو تقنية نسبة الفشل فيها تسعين في المية لكن الاغلب ان يفشل طب وبتعملوا ليه ده كترة لما الاغلب انه يفشل لان يعني اشرمك على المر اللي امر منه تمام اذا كان الوسائل التانية فرص حدوث الحمل معاها اقل من كده فسنسعى لده وساعتها تبقى العشرة في المية انجاز خاصة انه هو تقنية سهلة وبسيطة ورخيصة شوفي لما حد يشرح لحضرتك حتقوم تقولي اه طيب حنا توكل على الله ونعمله احنا عارفين انه فرص نجاحه قليلة بس اهو ده اللي في ادنى وده اللي تحت ادنى بس الست عمرها 44 سنة محدش عمل لها تحليل مخزون المبيض من البويضات ووزنها 100 كيلو ومحدش قال لها نزلي وزنك ووزنها 100 كيلو وبيتبعد طويد بصنار من البطن هذا ما لم نسمع به يلا فضلي يا اسماء بحضرتك يا دكتور اهلا بحضرتك خايفة ليه ومطية صوتك ماليش الصوت بعيد شوية دكتور اتفضلي اه بقول لحضرتك انا عملت انا بجالي انا كنت سنين ودخلها في الرابعة يعني ما حصلش حملة خالص تمام ايوه وعملت صناره كده وجلولي مفيش حاجة فبعد كده يعني لسه من من شهر كده عملت عملية منظار فطلع اني عندي كيس دم على المبيض تمام وعندي لا سانيا 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 واحدة سانيا واحدة لا مش تمام لا مش تمام ليه كيس الدم على المبيض ده درجة من مرض البطانة المهاجرة المرض ده درجات الدرجات البسيطة فيه لا تظهر بالصنار كيس الدم ده كان يجب ان يظهر بالصنار فحضرتك بتقوليلي عملولي صنار وقالولي تمام مفيش حاجة وعملولي منظار وقالولي فيه كيس دم هو طلع فجأة قالولي فيه كيس بس حينشف بالعلاج اياه فاندم ما اللي قاله لحضرتك ده خطأ والكيس ده مبينشفش ومش بس مبينشفش وحيستمر ومش بس حيستمر وحيعمل اعراض في الاغلب حيعمل ألم مع الضورة وحياكل مخزون المبيض من البويضات وحيعمل التساقات في الحوض وسيدمر الأنابيب وأهدبها وفرص الحمل منها فلما عملوا المنظار بقى لقوا اللي بقولوا ده ولا ملقهوش هم قالولي احنا بعد ما عملنا المنظار عبنا يعني عملنا 20 أمبول طلع من الأنابيب اللي كانت مزددين خالق ايوة حاولنا كذا مرة نحقن وحاولنا واكتهدنا وطلع عنا طب ما قلتوش ليه من سنتين الكيس ده موجود عندي وكانت الأنابيب حالتها معقولة ومن سنة كانت حالتها سيئة ومن ستة شهر حالتها كانت سيئة جدا الوقت سبتوني لما الأنابيب تسدت عشان حضراتكم محدش عارف ياخد قرار اننا نعمل منظار لان في الحتة بتاعتنا محدش بيعمل منظار كويس ومحدش بيقول الحقيقة اننا مطلوب اننا نعمل منظار وخايفين اننا اسافر القاهرة للناس اللي بتعرف تعمل منظير ولما عملت المنظار مش المنظار يا دكتور له فيديو حابك يتقلي ان الجهاز اللي بيسجل عطل في اليوم وفي الساعة وفي الدقيقة اللي انت بتعملي فبسجلناش حاجة وما هو ده مش ده اللي حصل وبعدان يا دكتور نزلت علي دم فلما اتصلت بالدكتورة وكده جالتني ان هي الدورة والدورة يعني جيت لي قدمها خمس تيام عني معادة وارد يعني ايه المشكلة بدا ده مش مشكلة يعني حضرتك حضرتك بصي انا بقول ان في مرض ومن درجة شديدة وبقول ان اللي عمل منظار مش هو اللي حضرتك كلمتيه في التليفون لان اللي عمل منظار شخص اخر وبقول ان ده درجة متقدمة من مرض وبقول ان فيه التساقات في الحوض وانسداد في الانبيب وان هذا المرض طرك سنوات ليستشري هي كانت مسدودة خالص يا دكتور الدكتور قال لي يعني بس فهي ممكن يعني ترجع تنسد تاني او مثلا او ممكن وارد ان هي تيجي دورة واثنين وثلاثة وبعد كده يحصل حمل ولا ايه وارد ان شاء الله وارد بعد الشر لا هو حضرتك وارد ان يحصل حمل وارد بعد الشر قال لا يحدث هو حضرتك ليه طيب ليه طيب حضرتك فهمة ان الكيس ده شلوه فانا كده خلاص خفيت ايوة طالما هو تشالي دكتور هو فيه تاني ايه بجي تمام حضرتك عارفة الكيس ده ايه الكيس ده هو كيس شغلات ايوة يا حبيبتي ايوة سيدة الفاضلة الكيس ده جزء من مرض هم الوقت يشالوا الكيس شالوا الجزء اللي عنينا كده كترة بتشوفه لكن ما شالوش المرض اللي خلى الكيس يتكون واللي وارد يرجعه وبعيدا عن الكيس وارتجاعه المرض ده تركة ليحدث مشاكل في الحوط فالوقتي الحوط بتاع حضرتك مش طبيعي فهم فهموا حضرتك ان الانبيب اشتغلت هم فهموا حضرتك كده بس حضرتك معكيش فيديو يزبط الكلام ده وانا متأكد من كل كلمة بقولها معكيش فيديو يزبط الكلام قالوا لك ده احنا حقلنا عشرين قمبول ويا اشتغلت حاجة بسيطة كده بس كويس 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 اشتغلت فحضرتك فهم ان دي اشتغلت فالانبيب بتاع حضرتك زي ما وصير المية اللي ماشية في الحيطة عندكم وحضرتك عايزة تحملي زي اللي عايز يفتح الحنفية تنزل مية يغسل وشه كويس؟ حضرتكم ما بيقولوا ان الحنفية لما فتحوها ما بتنزلش مية وقعدوا مستنيين ساعة فنزلت نقطتين فالحنفية دي سهل ان انا نغسل وشي منها مش هتجاوبي انا متأكد مش هتجاوبي حاضر ناخد الفيديو عشان التقط انفاسي هذا الفيديو يلخص ما قلناه عن تحليل انتي ميلوريان هرمون او الام اتش واستخداماته وتأثيراته وكيف لمتخصص ان يعرف اغوار هذا الهرمون هو هرمون تفرز الخصية عند الرجال والبويضات عند السيدات يعني الاتنين يعني الرجال عندهم انتي ميلوريان هرمون لكن بيفرز من المبيض بتاع السيدات من البويضات غير الناضجة الصالحة للتخصيب فحنلاقي السيدات تولد بتقريبا ما فيش هذا الهرمون ثم يبدأ في الزيادة قرب عمر البلوغ ثم يزداد انا مترجم لكم الصوت بتاع الفيديو ثم يرتفع بشدة واصل الى اقصامة بين سن 25 ل 30 سنة ثم يقل بمرور الوقت ويقل بوضوح عند عمر 35 سنة وينعدم تقريبا بعد سن اليأس واللي قدام حضراتكو ده المؤشر بتاعه كل ما نبقى رايحين عند الاخضر يبقى ده اللون الكويس كل ما نروح للأحمر يبقى ده قلة هذا الهرمون قلة هذا الهرمون تعني قلة خصوبة السيدة وتقلل فرص حدوث الحمل وفرص انتاج البويضات وفرص جودة الحمل واستمراريته تأثر كمان بهذا الهرمون ويمكن ان يشير الى قرب انقطاع سن اليأس وكمان يشير الى نسب نجاح الحقن المجهري لكنه كمان يرتفع في بعض حالات الاورام المبيض خاصة اورام المبيض غير الحميدة بالنسبة للرجال بيبدأ افرازه في اثناء الحياة الجنينية حيث يخرج من الخصية ليوقف عمل الميلاريان داكت اللي هتكون الرحم والانابيب واعلى المهبل وبالتالي يؤدي الى ضمور هذه الاعضاء فيولد الرجل بخصيطين وبلا اعضاء انسوية داخلية وموجود عند الاجنة حديث الولادة لانه ينتج من الخصية فاذا كان الجنين حديث الولادة غير محدد الجنس وفي صعوبة في تحديد جنسه عملنا تحليل لهذا الهرمون فاذا الانام ارتفع دل هذا على انه ذكر وليست انسة اما في الاناس فتولد بهرمون قليل جدا يكاد يكون منعدم ثم يرتفع بالتدريج من فترة ما قبل البلوغ ويزداد ويصل الى اقصى عند اقصى خصوبة للسيدة اللي ما بين سن تقريبا 15-25 والامسل ما بين 25 ما بين 20-29 ثم يبدأ في الانخفاض وانخفاضه يشير الى قلة مخزون المبيض وقلة عدد البويضات وقلة كفاءة المبيض وقلة استجابة لأدوية التنشيط وقلة عدد البويضات المنتجة وسوء جودة البويضات المنتجة وقلة فرص حدوث الحمل واحتمال اعلى لارتفاع نسب الاجهاض واحتمال اعلى لاحتمال التشوهات الاجنة وللأسف الشديد انه لا يوجد علاج على وجه الارض لزيادة المخزون حتى هذه اللحظة لكن هذا الهرمون يمكن ان يستخدم ايضا في بعض حالات اورام المبيض للدلالة على الورم وعنفه وانتشاره وتطوره او استجاباته لعلاج خاصة في اورام المبيض غير الحميدة ده المختصر كده على الانتي ميلير الهرمون انا ليه بقول هنتكلم عليه كتير لو سمح الوقت في احدى المتصرات الحلقة اللي فاتت طلبت مني ان انا اجيب فيديو واشرحه عن التشوهات التشريحية للرحم وهي نقطة ومنطقة صعبة جدا كتير من الاسدزة والاسدزة في كلية الطب يتفادوا انهم يشرحوها لانها حتة صعبة وصعبة افهمها للناس لكن هنحاول نشرحها قدر الامكان ويمكن الفيديو اللي معنا نستعين به للشرح اذا ما كانش معنا اتصال تليفوني اخد دقيقة كده لشرح الميليريان ضقت قنوات ميليريان وكيفية تكوين الاجهزة التناسلية للسيدات هنشوف ده في فيديو بس انا هقوله في الاول عندما يقلق الجنين داخل رحم الام اذا كانت الجنين ده انسة فالاجهزة التناسلية الداخلية الانسوية اللي هي الرحم وقناتاي فلوب واعلى المهبل وجدنا انها بتتكون من قناتين اسمهم ميليريان داكت سماهم الرجل اللي اختشفهم ميليريان داكت دول موجودين يمين وشمال في منطقة تجويف البط يبدأوا في التكون تقريبا عند عمر 10 ل 12 اسبوع من الحمل في نهاية الشهر التالت مع نهاية الشهر الرابع الخامس الخطوات اللي هقولها دي بتكون اكتملت الميليريان داكت دول قناتاي ميليريان اللي موجودين يمين وشمال في تجويف البط من حيبتدوا يقتربوا من بعض والثلث الاعلى منهم يظل منفصلا وهو دا اللي لاحقا هيكون قناتاي فلوب بالاهداف بتاعتها فعندنا قناتين لان فضل الجزء بتاع قنوات ميليريان غير متحد في الثلث الاعلى منه الثلث الاوسط من قنوات ميليريان تلتحم ببعضها فلتحموا وبقى فيه بينهم حاجز اللي هو الجدار الفاصل ما بينهم ثم ينتفق هذا الجزء وهو ما سيكون لاحقا الرحم ثم يبدأ الحاجز اللي هو منطقة الالتحام فبينهم في الزوبان ويختفي وبالتالي بعض الستات يحصل خلل في التكوين دا فيفضل عندها رحمين ما التسقوش ببعض او يلتسقوا ببعض بس كل واحد فيهم مكون قوضة لوحده فيبقى فيه رحم زقرنين او يلتسقوا ببعض والحاجز لم يزوب فبالتالي يبقى عندها رحم وحاجز رحمي او الحاجز دا يدوب جزء منه ويفضل جزء فبالتالي يبقى عندها حاجز رحمي غير مكتمل او حاجة بسيطة بقى اسمها أركو تيوترس اللي هو الرحم اللي على شكل قلب دي قنوات ميليريان والتغيرات التشريحية التي تحدث نتيجة لخلل فيه قنوات ميليريان دي حعرض لحضراتكم الفيديو دا بتفصيل اكتر عشان نفهم دا في حلقات قادمة لكن ممكن نشوف الجزء المختصر دا الوقتي اللي بيعرض اللي انا بقوله دي قنوات ميليريان اللي موجودة يمين وشمال وقولنا السلس الأعلى منها هيفضل منفصل ليكون لحقا قناتي فالوب أما السلس الأوسط يتصل ثم هذا السلس اللي اتصل ينتفخ ليكون رحم ويزوب الحاجز اللي بداخله ثم بفيه رحم مكتمل أما السلس الأسفل فده اللي بيكون أعلى المهبل ودي طريق التطور وتكون الأعضاء التناسلية الأنثوية داخل رحم الأم وهذا يحدث ما بين نهاية الشهر التالت لنهاية الشهر الخامس بيكون خلاص كل حاجة اتكونت وبالتالي وارد ان يحدث أخطاء في هذه العملية بتاعة الانقسام والاكتمال دي هم قناتي ميلاريان منفصلتين في جزء بها أسفل بيتكون منه المسانة وقناة مجرى البول ده قدام القناة ميلاريان لكن دي تطور قناة ميلاريان عشان كده يعني غالبا التغيرات التشريحية في الجهاز التناسلي بيصاحبها تغيرات تشريحية في الجهاز البولي هو الفيديو خلص كده ما فيش جزء تاني من الفيديو طيب نعيده تاني قناتين ميلاريان قناتين يمين وشمال البط يقتربوا من بعض الثلث الأعلى بينهم يظل منفصلا الثلث الأوسط يتصل ليكون رحم الثلث الأسفل يتصل ليكون مهبل الثلث الأوسط اللي بيكون رحم بيبقى فيه حاجز في الأول ثم هذا الحاجز يبدأ في الزوبان وقد يحدث مشاكل في هذا الزوبان لاحقا وبالتالي دي التغيرات اللي بتحدث ده الشكل الطبيعي لتطور قناة ميلاريان وتكونها وتكونها للأعضاء التناسلية الأنسوية الداخلية قلنا لو كان الجنين اللي في رحم الأم ده ذكر لأنتج هرمون اسمه أنتي ميلاريان هرمون المضاد لقنوات ميلاريان فيؤدي إلى توقف نمو هذه القنوات وضمرها وبالتالي يولد رجل أو ذكر وبدون أعضاء تناسلية داخلية أنسوية لو لم يفرز هذا الهرمون وهذا يحدث أحيانا فيولد ذكر ويتكون بداخل بطنه رحم وقناتي فلوب تمام؟ وهذا يحدث في بعض الأحيان لكن الأنتي ميلاريان هرمون ده بقى اللي بيفرز من الأجنة الزكور لإيقاف عمل هذه القنوات وإيقاف تطورها وضمور هذه الأعضاء يفرز من الإناث قرب سن البلوغ من البويضات الصالحة للتخصيب ويستخدم هذا الهرمون للدلالة على مخزون المبيض من البويضات وعدد البويضات وجودته حقيقة ما قيل في هذه الحلقة عن الأنتي ميلاريان هرمون هو يعني علم مكثف جدا 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 ومفيد جدا إن شاء الله أنه يكون يفيد حضرتكم لو فيه أي اتصال نستقبله في الفترة المتبقية وبالتالي زي ما حضرتكم شايفين كده الاتصالات دا دايما نحاول في نهاية الحلقات إن أنا علق على الاتصالات الواصلة إحنا جلنا اتصال 2-3 اتصال من 44 سنة ولم يجرى تحليل مخزون المبيض من البويضات أنا مش هعلق وزني 100 كيلو ومحدش قال لي فقدي وزنة إذا يساعد على الخصوبة أنا مش هعلق ووزني 100 كيلو وبيعملوني صنار من البطن أنا مش هعلق وتعمل لتلقيح صناعي بس غريبة ما نجحش طيب ناخد الاتصال التليفوني اللي معنا أيوة الصوت دا وحي شاوي في مشكلة في الصوت واضحة الشبكة عند حضرتك مش كويسة خالص طيب نيجي نقول كمان تعليق تاني على واحدة أجرية لها منظار مش عارفة بتعمل منظار ليه الصده كيس الكيس كيس شوكولاتة بس الكيس من أربع سنين شايفينه وقالوا لا حينشف بالعلاج أو ما نشفش مراحش طب ما شلناه بالعملية الموضوع خلص لا الموضوع ما خلص للأسف الشديد وهذا الكيس ترك أربع سنوات يطرعرع حد بيربيه بيكبره بينميه عشان يحدث تأثيراته السلبية المهلكة لخصوبة السيدات حيث هذا مرض من الأمراض المؤثرة في الخصوبة بشدة والمرض درجات الدرجات البسيطة معزورين لكل الأطباء ما يعرفهاش ما بيشوفهاش لأنها لا ترى بالصنار ولا تكتشفها بمنظار أما الدرجات الشديدة رغما عن شدتها لكن فيها ميزة إنك تقدر تشخصها سريعا بالصنار فكانت تشخيص لا بكيس لا الكيس ده حينشف لا سبيه وبعدين لما عملت منظار أنا مش عارفة اسم المرض اللي عندي إيه مش عارفة بتعالج من إيه حد بيوهمني إن بعد عشرين حقنة سبغة الأنبوبة نقطت فدي كده أنبوبة طبيعية ويعني مش هيحصل حمل ليه يا رب يحصل حمل بس للأسف إن قواعد الطب بتقول إن الفرص مش كده معنا اتصلت ليفوني آخر ألو أيوة بص لو سمحت أنا حمل في التاسع وصالت على الدكتور قال لي إبرة الرئة متخلصة عشان ضغطي بيعلى هو حضرتك يا فاندم لو حمل في التاسع مش محتاجة إبرة رئة حيصور رئة اكتملت ده واحد اتنين لو أنت مريضة الضغط الضغط المرتفع من الحاجات اللي بتعجل بنمو رئة الطفل وبالتالي هذا السؤال لا محل له من الإعراب لا في التوقيت ده ولا في الحالة دي طيب عندي سؤال تاني أنا مريضة دوالي وراسة دوالي وراسة آه وراسة أيوة من الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة وعملت عليها إشاعة ومشارسة إيه دكتور قال لي خجي إبرة كليكسان من نص الثامن حتى بعد الولادة تغطى 40 يوم عشان؟ 40 يوم بعد الولادة عشان؟ عشان رجلي ما تعملش تجلطات طيب هو الكليكسان ده حاجة بتقلل التجلطات جميل بس الحاجة الأهم في تقليل التجلطات إن حضرتك بعد الولادة بيومين تلاتة تقومي تتحرك وتمشي وتشربي سوائل ولا حاجة لده وزكاة الدوالي جديدة تبقى تلبسي لها شراب لكن أخذ الحقنة دي ما فيش منه ضرر لكن ده تزيد ما أنا نفس شراب متشكرين هاي بس الدكتور بتعنيسه مرضش يدهيلي قال لي خجيها بعد الولادة في 6 ساعات لمدة 30 يار عشان خايف إنها تأثر على الولادة وإن يحصل نزيف له وقت الولادة خاصة إن ضغطك عالي بس أولي له إن أثرها بينتهي بعد 24 ساعة يعني لو حضرتك خدتيها الساعة 8 الصبح يوم الأربع وقرر نولدك يوم الخميس الساعة 10 صباحا فأثرها انتهى من جسمك تماما ولا تأثير لها على السيولة ولا أي تأثير ودكتور الأوعية الدموية حيقول لحضرتك كده يعني أخذها ولا أخذها إيش هذا القرار ليس قراري لإنني لم أرى الحالة أنا هنا بقول نصائح عامة القرار في حالة فلانة مسؤول عنها من تجلس أمامه لا هو قال لي بعد ما توليتي خديها أنا سمعت حضرتك قلت إيه وأنا قلت الآراء كلها إن شاء الله ربنا أمامك بالسلامة كل السيدات وكل الأنسات ملاحظة أخيرة المنزار مفيد جدا 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 وحدش عرف فيديته قديل أنت تخصصي أنا متخصص في مناظير تأخر الحمل المنزار دون إعداد الهرمونات ودون إصلاح الخلل ودون إبلاغ وإفهام السيدة إحنا بنعمل منزار ليه؟ بتبقى نتائجه اللي حضرتكو سمعتون نهاردة عملت منزار وحملت وبعد الحمل سقت بأيام ومن بعدها الدورة مش منتظمة عملت منزار ونفس الألم بحس بيه عملت منزار والدورة ما بتنزلش عملت منزار وكيس الشوكولاتة شلوه طب وإيه اللي حيمنع الحمل بس الدورة وألم شديد والأنبيب ومحدش أقيل لي أن ده في أي مشكلة كل السيدات وكل الأنسات للأسف كالعادة الوقت مر بينا هأرجو نكون بالبشرة جينا وزي ما بنسعد ونستفيد بحضراتكو تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا وبإذن الله أجيلكم في معادي بلا تأخير حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب دايما 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 بشت خير